طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته خاصة في توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وأكدت الجامعة في بيان لها أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهذا ويعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين يعقد اجتماعا طارئا بشأن مدينة القدس المحتلة يوم الأربعاء المقبل سبعون عاما على نكبة عام 1948 ومنذ ذلك الوقت والنكبات والنكسات تتوالى على العرب وفلسطين حتى بات الفلسطينيون وحدهم في مرمى النار أما الحضن العربي فانقسم على وقع نكبات وأزمات أخرى أضعفت تأثيره في محيطه والعالم فلسطين اليوم نادت أشقاءها العرب عسى أن تجد سبيلا لمواجهة القرار الأمريكي نقل السفارة إلى القدس المحتلة وتدعيات ذلك على الأرض وعلى كيان الاحتلال الذي تعاظمت أناه على وقع هذا القرار فانقضك الوحش على الفلسطيني أينما كان نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس مهد الطريق أمام دول أخرى للقيام بذلك دول كان دافع بعضها بحسب محللين الحصول على الدعم الأمريكي وتعزيز العلاقات بينها وبين واشنطن مثل جواتيمالا التي ستنقل سفارتها إلى القدس في السادس عشر من أيار الجاري إضافة إلى باريغوي التي ستنقل سفارتها أواخر هذا الشهر كيان الاحتلال كان سن قانونا عام 1980 ضم فيها القدس الشرقية وأعلنها عاصمته الأبدية الموحدة في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة حيث تعترف الأخيرة بالقدس الشرقية كأرض محتلة تخضع لبلود معاهدة جينيفا الرابعة وترفض بذلك الاعتراف بسيادة الاحتلال عليها كما كان مجلس الأمن أعلن أيضا أن هذا التحرك غير قانوني واتخذ قرارا يدعو دولا أنشأت بعثات دبلوماسية في القدس لسحبها وهذا ما حدث حينها تكالب الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة تزايدت وطيرته بفعل الانحياز الأمريكي له ورغم الجهود الفلسطينية والأردنية تحديدا لمواجهة هذا الانتهاك الصارخ إلا أن شراسة الاحتلال تستدعي توحيد المواقف العربية لمواجهته بكفة السبل وذلك عبر إجراءات جذرية تهز كيان الاحتلال الذي ضرب بكل القرارات الدولية ذات الصلاة عرض الحائط ولم تعد الوسائل الدبلوماسية تجدي نفعا معه إجراءات تتعدى حاجز الكلمات إلى رد فعل يتناسب حجم نكبتنا اليوم ترجمة نانسي قنقر